في قرى شرق النيل بمحافظة المينيا في صعيد مصر يعمل آلاف العمال في محاجر البير وتقدر جمعيات أهلية عدد العمال بعشرين ألف عامل بيئة العمل الخطيرة في المحاجر تسببت في مقتر وإصابة المئات من العمال وسط تجاهل حكومات متعاقبة اسمي ملاد منير سبع نمطينا الجابة السنة 24 سنة حكاية الشغل الجابة لما نطلع من هنا الساعة 4 من جول الساعة 4 الفاجل عبالما نروح نمشي بالعربية نفطر نفطر على الجسر نروح لعد الشرفة نروح ساعة تاني لتسلم فارم من يما تيجي من الغروب نروح ناخد نروح ساعة في الطريق عبالما نوصل للمصنع نشتغل لنبدأ الساعة 6 الصبح نحن نفسها نورها نورها إذا كنت تلتخذ بالك كوتش الجابة تحتوي على 4 مصمير لو يطير مصمار أو مصمار حل الموس يطير فالموس يطيره لأي حد يميقه أنا اتعوّرت في هذه المصمار أخذت 9 غرق السيدية غرق السرجلية من الكتين كل حتة ما تروح على جنبها وما تتقطع كل حتة تطير وانا رجل ساك على الشاشة صنيع الشاشة انا العمال اللي قدام دي بقبع مسك مطرقة بخبط بقى الحشاشة عشان العامل ينتبج لو العامل انا مش مشايف جداه وانا ماشي على السكة الشريطة الحديد الماشي على الحشاشة بخبطه العمال عشان العمال تنتبج العامل لو ما انتباشوا الموسعم الف ممكن لو رقعت شيرت لي طيار اللي رقعت لي مكانها على طول باتر على طول غلطة المحاجر عامة لو كانت اصابة بالصعقة الطربية او بالآلة الفصالة او الحشاشة الغلطة هي الاولى هي الاخيرة لان الصعقة الطبية بتود الوفاة طبيعية اما الآلة اللي هي الفصالة او الحشاشة بأصابة فيهم أصابة دي بتكون بتر او عجز ديانة عن 50% تودين له الجوعات في البيت على طول عجز كامل عن العمل لو بيطل العمل من بيته الاجر بتاعه هو اديها بتاحت اللي بياخدها من المحجر بفيه طعوين من المعارضة ولا من صاحب العمل ولا من اي جهة نفسي ابن كوريس ما يطلحش زي ايه يطلع الجبل يلاجي شغلانة يلاجي حياة مرتاحة انه هو ما يطلحش الجبل لان انا شغال في خطر انا مامل في نفسه عشان علاجي ابن بكرة وبعد يطلع مرتاح ما يطلحش تعبان زي ايه لانه هو ما فيش مصدر رزق دوه ما فيش شغل غير الجبل هنا في يعني شرق البحر كله ما فيه عماتن ما فيش شغل وغرب بتاع الجبل اشتركوا في القناة